أدنت مصر الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمدن شمال الضفة الغربية في جنين وتول كرم وتوباسا والتي أدت لاستشهاد وإصابة العادين من الفلسطينيين واعتبرت مصر الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بالضفة الغربية بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيفة وإصرار على سياسة التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية وطلبت مصر بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية لشعب الفلسطيني ويضع حدا لمسلسل استهداف المدنيين العزل وفرض القيود والاستلاء على الممتلكات الخاصة وأحذرت مصر من المخاطر الوخيمة المتوقعة من العمليات الإسرائيلية الجارية وتعمد استهداف المزيد من المدنيين الفلسطينيين بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطع غزة وانتهك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية الأمر الذي يزيد من تعقيد الموقف ويشير إلى الإصرار الإسرائيلي على التصعيد وغياب الإرادة السياسية للتهدئة